هلا من المعوقات التجديد لتكم تعرف أنه صعوبة التكييف في التغيير المطلوب لواقع العمل أوقات يعني ما بيكون قادرين إحنا نقير بسبب واقع العمل الدراسي كمان أحياناً بيكون في صعوبة بتطبيق أساليب التنوعات أحياناً قصور النظرة للنظام التعليمي أنه هو والله رح يأثر ورح يتأثر وممكن ما يكون عنا مفدعين لأساليب جديدة وأحياناً ما عنا ثقة بالمديرين والمعلمين اللي عم بتبنوا الأساليب هلا في معوقات أخرى برضو نضافة قلة وجود مخططات تربوية التسرع في تعميم التجارب وإحنا قلنا هذي في المرة أنه لازم ما نسرع بتعميم التجارب لازم يكون قلنا ناخد عينة بسيطة منعمل عليها منعمل فيتباك أيضاً التجديد بده وقته طويل عشان يأخذ تماره فالناس ممكن أنها تزهق التجارب الجديدة كمان من المقاييس والكتير من الاختبارات اللازمة لقياس الكفاءات التجديدية كمان في عنا التجارب للإمكانيات المادية والبشرية ربما تفوق الإمكانيات يعني إمكانيات مادية مافي إمكانيات بشرية مافي أيضاً في الصعوبات هلا رح تستغربوا تقولولي طب أي صعوبات نكتب يعني أنت هلا هدول الصعوبات الأخرى هدول بتعلقوا بالمنهج هدلك عم بتعلقوا بالواقع العمل التراسي هلا بنفس الصعوبات الموجودة أنت فهميهم فيهم بتقدر تكتبي يعني أنا بحطر لك عليه صحي المهم تكتبي لي إيش الصعوبات هلا في صعوبات بالمحتوى يعني المحتوى أوقات منجدده بس ما عم ناخد بآراء الناس أو بالطرائق المعلم ونمط إعداده أحياناً المعلم ما عنده حماس أنه هو يغير ببرامج وأنه هو يتشجع أنه هو ياخذ ينفذ التجديدات أيضاً نظم التقييم والامتحانات أحياناً بيكون فيها رصد الدرجات وأعلان النتائج بده وقت طويل يعني عشان هيك بيهتموا بالامتحانات النظرية على حساب الامتحانات العملية الإدارة التربوية والتعليمية في تسرع وعدم تهيئة الرأي العام مجالس الآباء والمعلمين عادة ما بيشارفونا في الاجتماعات وما بيقدموا مساعدات هلأ المحور الثالث اللي هو كيف ننفعل التكنولوجيا طبعاً أنتوا بتعرفوا أن التكنولوجيا مش بس حاسوب التكنولوجيا هي عملية منظمة تدخل بكل شيء لاستخدام كافة المصادر البشرية والمادية على أسس علمية وأنتوا أخذتوا بشو معنات تكنولوجيا بكتاب التكنولوجيا التعليم هلأ أهداف التعليم الابتدائي مش بس قراءة وكتابة وحساب كمان بدو يعرف أشياء تانية مهرات تواصل اتصال كومبيوتر في صعوبات بتواجه إدخال التكنولوجيا أنا بقول هذا الكتاب لأنه قديم عم بحكي هذا الحكي ولكن هلأ التكنولوجيا غذب البيوت كلها حتى الولاد الصغار صاروا أشطر منا على التكنولوجيا يعني زمان أوكي كنا نحكيها بحكي بس هلأ مع الهواتف الذكية بطل فيه ومع الآيباد اللي عم بيمسكون الولاد كتير صاروا شاطرين من الصعوبات إنه نعمم منهج التكنولوجيا أوقات الأجهزة والمختبرات نمعيتها وصنانتها مثلا تكون صعبة أحيانا المعلمين والفنيين مش مؤهلين إنهم أخذين كيف يشغلوا برمجيات معينة ضرورية التلاميذ المتعلمون اتجاهات التلاميذ في تعاملهم مع التكنولوجيا ومحافظة عليها مش بزيادة الاهتمام العام للمدرسة أو لياء الأمور ممكن في عندهم اتجاهات سلبية نحو الإنترنت فأنا أحكيت لكم هذا قديم الحكي هلأ اختلف الموضوع كتير طول وقتهم الولاد على الإنترنت هلأ متطلبات التجديد لابد من التوعية بدور التكنولوجيا إنه نعرف إيش التكنولوجيا بتقدم وكيف نتعامل تعامل جيد وآمن مع الأجهزة وكيف نكون في عنا أخلاقيات في التعامل مع التكنولوجيا كتير ناس ما عندها أخلاقيات بالتعامل مع التكنولوجيا بتفوت بأسماء غريبة بتتصرف فإحنا بنا نوعي حتى الأطفال من هم وصغار إنه في أخلاقيات برضو هلأ مو هلأ أنتوا بتعرفوا هلأ الدنيا ما عادت بس الأخلاقيات إحنا بنعرفها اللي عشنا عليها قد ما توسعت الحياة وفي ظل العولمة صار حتى في أخلاقيات وإنت بتتعامل مع التكنولوجيا في هذا المجتمع الرقمي إحنا بنسميه يعني أنت ممكن تفوت برقم ما حدا يعرفك تروح تحكي إيش ما بدك تعملي إيش ما بدك هذا لا يجول صح وأصلا هلأ في صار إشي اسمه في محاسبة وفي جرائم إلكترونية فبتحاسبوا الناس عليها هلأ الإعداد والتدريب لابد من الإعداد الكامل للمعلم كيف يعمل فيديو كومفرنس وفي تجارب لوزارة التربية والتعليم في الأردن أنه عملوا حساس كثيرة شبكوا مع هولندا ومع كثير بلد ياخدوا حسة علوم مع بعض بالفيديو كومفرنس تجارب عالمية فالمفروض أن المعلم يعرف بالفيديو كومفرنس وكمان نعده بالتكنولوجيا ونعمله ثانوير تكنولوجي وكمبيوتري وكيف حتى يعمل صيانة إذا خرب معاه إشي وإعداد برامج تدريبية متنوعة هلأ كيف لازم نطور المنهاج؟ بيقولك هون لازم أنه تقلل من المهارات الروتينية التقليدية وتعطيهم مساحة أنهم هم يعبروا ويفكروا تنمية ثقافة الإبداع والتحليل وكمان أنهم يستثمروا قدرات الحاسبات اليدوية ويستخدموا وسائل تفاعلية مختلفة ويتأكدوا أنه التكنولوجيا هي حليفة وليست خليفة يعني إحنا ما منستغني عن المعلم في ضل التكنولوجيا المعلم أساسي والتكنولوجيا هي مساعدة للمعلم عشان يوصل الأهداف وكيف منقدر إحنا نطور نظم الامتحانات ومتقوينهم ومحفظ سجلات ومكونوا من الزمين بطريقة تكنولوجية هلأ كمان في زيادة المشاركة المجتمعية وتشمل أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين الإمكانيات المدرسية والإمكانيات التكنولوجية لابد من أن المجتمع يدعم المدرسة ويوفر لها أجهزة ومعدات ونستفيد من خبراء الكمبيوتر والإنترنت عشان نأخذ جرعات تنشيطية ونحسن حالنا بموضوع التكنولوجيا وكمان ممكن المدارس تعمل محو أمية للمواطنين يعني ممكن المدرسة تعمل دورة الكمبيوتر للأهالي للأمهات للأبهات اللي ما بيعرفوا ويستخدموا التكنولوجيا تطوير الإمكانيات داخل المدرسة ممكن أنه أنا أجهز القاعات زي ما أنتو هلأ عم بتشوفوا بسمارت بورد أحط أجهزة أوفر مدرسة مكتبة ذكية يستعيروا الكتب أونلاين يفوتوا على كتب أونلاين وخصصهم برمجيات وأوفر أمناء مكاتب أيضا مثقفين بالتكنولوجيا أعمل الجداول تبعتي أنا على الكمبيوتر أحسن ما كنت أنا أعملها يدوي وأستخدم كمان المكتبة وأيسر عملية التعليم لابد من توفير متطلبات إدارة ذكية وسهولة الاتصال لابد من إكون في قاعدة حتى للتلاميذ ملفاتهم كلها على الكمبيوتر هلا التعليم الذاتي التكنولوجيا ما تختصر على أنه أنا بس بدي أستخدم آلات وأجهزة ولكن لابد من إدارة المعرفة والممارسة التي تستخدم في عملية التعليم ونستخدم كمان مش بس تعلم داتي نستخدم تعلم تعاوني نعملكم groups ويشاركوا شفتوا كيف هذا التوتر group forum مثلا يصيروا الطلاب تكنولوجيا التعليم منظور مكتب الي يونسكو بحكي عن أنه لابد من أنه نتعامل مع التكنولوجيا ونقدم لكافة الطلبة فهم التكنولوجيا وتطبيقها هلا في دليل إرشادي بالألفين وثلاثة بس قرأوا قراءة بس قراءة إنه أول إشي لازم يكون في طبيعة التكنولوجيا خصائص حقول التكنولوجيا شو فائدتها تطورها هيك هو هذا الدليل بحكيه وحاكي عن الإبداع الإنساني والحوافذ والمفاهيم الأساسية من أنظمة ومصادر كذا هلا شو العلاقة بين التكنولوجيا والعلوم الأخرى لابد من تفاعل بين الأنظمة والمحيط التكنولوجي معارف من علوم هلا كيف التكنولوجيا مع المجتمع؟ إنتوا بتعرفوا إنه دخلت التكنولوجيا على الاقتصال دخلت على الاجتماع صح؟ دخلت على السياسة على البيئة اختراعات على طول ومنتجات كلها عمالنا منستخدمها تكنولوجية أيضا بالتاريخ دخلت كيف اختراعات تصميم هندسي هلا سرتي بلا بك بروحي تعملي بيت تصممي بيت كله على الكمبيوتر بيصممو لك يا صح؟ كمان بدك تحلي مشكلات وكيف بدك تحلي مشكلات تعملي تجارب علمية كله ممكن بالتكنولوجيا كمان تستخدمي المعلومات تشغيل متطلبات الأمان يعني صرت تعرفي حتى كيف إنك تحمي جهازك صح؟ كمان اتكارات طبية زراعية شفتوا هلأ بالطب دخلوا كتير تكنولوجيا صح؟ رجل آلي بعمل عملية زراعة صاروا يهجنوا الفواكه وشو صرت تشوفي أنواع فواكه ما كنت تشوفيها قبل صح؟ تغير شوي من الأشكال كمان صاروا يجففوا ويجمدوا وكله هذا تكنولوجيا بالزراعة كمان لغة التكنولوجيا النقل هلأ سرتي مثلا تحطي جهاز على التليفون على السيارة تعرفيها وينها؟ على باص المدرسة بقولك هلأ بنتك وصلت بوصلك ميسج إنه وصلت بنتك عالمدرسة عباب البيت صح؟ هلأ التكنولوجيا حتى بالنقل هذا الجي بي اس لما تفتروحي مشوار ما بتشغلي الجوجل ماب توصلي على البيتك ثانية وكنت تلفتي بس هلأ سرتي تعرفي توصلي على الجوجل ماب تكنولوجيا البناء يعني بورجيك البيت 3D كأنك شفتي حقيقي كيف بطلع هلأ نماذج في نماذج بالتجديد عنا بالولايات المتحدة الأمريكية عملوا تجديد طلعوا تقرير أمة خطر قالوا بهذه الفترة إنه لازم يكون في إصلاحات ولازم إنه النتج عنها إنه زادوا روافد المعلمين وزادوا من المتطلبات الأساسية بالنظام التعليمي وقالوا لازم نطول العام الدراسي ونطول اليوم الدراسي اعتمدوا على مبدأ الإدارة من أعلى إلى أسفل وأيضاً في نوجة الإصلاح كمان ركزوا بجد الأساسي عن علاقة بين المدرسين والعائلات وشو تحتاجوا على المتعليمين والإصلاح كان اللي عملوه فيه تأثير فعال وشجعهم على هذا الحقيق وكان في عموزة الخمسة هم هون مش فيهم ثلع تلك كل خمسة اللي هو التجديد والاتصاق الرسمي والقوة والثباثل يعني كان من العناصر المختبطة في الإصلاح في أمريكا مدارس ميثاق في الولايات المتحدة اللي هي تشارتل شكول هون سارت تقول إنه نحصل على بطاقة الإصلاح ونحسن من تبع المدرسة وقالوا إنه يعني حبت أشجع وروف الإصلاح في المدارس الثانية وقالوا لهم إنه لازم نزيد من مهنية المعلم حتى يكون في محاسبية نسألهم ليش هيك صار وليش هيك صار عشان نحقق الأهداف كلها وما حتاجت لأموال إضافية بالعكس قدروا إنه يركبوا حالهم هلأ هاي لكل مدرسة كان لها معيار خاص بس وكانت مع الأسف إنه شوي عليها مآخذ إنها كانت تقبل الولاد وفق يعني مش كل الولاد وفق أسف عرقية واقتصادية واجتماعية ودينية يعني كانت لفئات معينة من الناس مش لكل الناس عشان هيك انتقدوها حلأ باليابان في عنا باليابان كان هناك في يعني ضلوا يحاولوا بالمدرسة اليابانية إنهم عملوا فريق ويشوفوا إيش المشاكل اللي صارت لقوا إنه جميع الطلاب لازم يوصلهم لدرجة الإتقان انتو بتعرفوا اليابانيين عنهم الإتقان يعني كتير أساسي فكانوا حتى بأعدوهم بجلسوا مجموعات المتفوقين فيهم بتميزوا عن الإضعاف التعليم باليابان كتير بيركزوا على الدروس الخصوصية اتخيلي إنه 25% من طلاب المرحلة الابتدائية بياخدوا دروس خصوصي و 75% من الطلاب المرحلة اللي أكبر شوي الإعدادية 75% بياخدوا دروس خصوصي لأن الانتحنات جدا قاسية وصعبة وحتى الرياضيات بالذات بالنسبة لليابان بيركزوا كتير على الرياضيات لدرجة انتو الطلاب بكتير ليكرفوا الرياضيات تربوهم فيه وحتى بطربوهم هاي هيكتبين بطربوهم إدماجات وعمل الرياضيات وحتى علوم يعني علوم اليابانيات عن اليابانيين كتير أساسي والانتحنات فويلة بتكون ببتها الدراس كبير كبير ويعني لقد متفوطوهم بماذا في الرياضيات والعلوم حتى المتفوطهم تشكوا انهم تكرهوا في الرياضيات والعلوم يعني لما عملوهم مقابلات قالولهم إحنا نكره الماثل السيانس طيب وهي اليابانيين في المدرسة الابتدائية مع انه ممنوع بالحكومة انك تضربوهم لكن الطقل الياباني حرام كتير يعني يعني مرغم انه فيه أثر سلبي على هذا ولكن بضربوهم وبكسوا عليهم ويعني فيه عند هلا المدرسة المنتجة في مصر المدرسة المنتجة في مصر بقلك هون انه هادا أنا حكيته لما مرة حكيت عن الـ UNVP هادا أنا حكيته مدرسة المنتجة لما قلت لكم تقبلنا في المدرسة انها سعين لهم مدرسة آآ لا مش هيك تفعي لما قلت انه يعني انهم عارب وسترسوهم انهم وطغال وكانهم خامس انهم ينطلوا مدارس تنفيذ أمهم رباعيتي ومنوعية بس انه مان مش كبتية لما يفعل باقي الموضوع لأنه كانت تنفيذ على الجانب بالنظري أكثر من الموجات بالعمل ويعني هم حاولوا تقول لكم هون انهم يعني عشان انتفقاتك وتستمهلاك ومنعك تشتغل وهي وعشان فناك يحصل انه مزلت شوية أعداد كبيرة ففيها فضل أفضل من داعي المدارسة أنهم عجب كبير فأهداف المدرسة انه تخفي على الحجم ما بين المدرسة لسوق العمل أعطاء التعليمين شوية تقبل أفضلهم عليهم موارد مالية وتعرفوا عن قليلهم بالبهنيين بيحب هيا بيحب براعة بيحب زناعة بيحب تهربة فحاولوا يتعرفوا عليهم استفادوا من برامج المدارسة المنتجة يعني وعملوا لجنة وحطوا تقريبا دربوا خمس سالاء وخمسمائة مدرد لهذا المشروع مش قليل يعني وبعدين التعاون وحتى رجال الأعمال معاهم ويتفعوا لهم مصاري وعملوا معارف بالكلمة قلت لكم يعني مو كثير استمروا بهذا الموضوع هلأ بالنسبة لهذا الوحدة هاي الأخيرة هلأ خلصة وبدأ شوف بإيش عندكم أسئلة إنتوا أو الصبايا اللي معي هون معي إنتوا؟ ما بعرفش كلهم ما في حدا عم بحضار في أي سؤال عندكم؟ طبلي منهج تجديد منهج تجديد منهج تجديد منهج منهج تجديد على المنهج وبصير عندي إصلاح يعني منهج تجديد يعني يعني واضحة هيك تعمل تجديد منهج تجديد بصير عندي إصلاح بعد ما عمل إيش كمان؟ إيش عندكم أسئلة؟ هم؟ بطلتوا خلاص ختمتوا العلم كله؟ ها؟ امتحانكم أية متعة؟ عشان هيك لازم تدرسوا قبل رمضان أول يوم رح تكونوا منخمين وشعانين وعنفكوا بالأكل لا كتير قليل القليل عشرين علامة لا هل مرة عشرين ؟ شكرا